وللمزيد حول ترد الوضع الأمني في العراق وانعكاساته على الحالة الاقتصادية في البلاد ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الصحفي والناشط المدني السيد عادل الجبوري سيد عادل بداية مرحبا بك العراق في المرتبة 157 في قائمة تضم 164 بلدا وفق أحدث تصنيف العالمي ما انعكاس هذا الترتيب على كل من السياحة وكذلك على الاستثمار في العراق نعم مساء الخير عليك وعلى مشاهدي قناة الله في الدين اليوم بيئة الاستثمار تحتاج إلى بيئة آمنة يعني لأنه حزايا ما نقول رأس المال جبان وهذه الرأس المال ما يتجي الشركات الاستثمارية الضباء في استثمار أي مرفق أو مشروع وهي تعرف أنه الكل الميليشيات تريد منعدها أتاوات والموظف يريد منعدها أتاوات وتشوف أنه ما يقدر هو يقدر بعد الباشر بالعمل لأنه خسر لقد أنه هو الأتاوات المطلوبة عليك هذا هو حتى قرار السوداني بمتابعة الميليشيات أمر ليس يعني ما يقدر هو ما يقدر ينهي الميليشيات طيب فيما يخص الميليشيات سيد عادل بحسب مراكز بحوث دولية فإنه لطالما عرقلت الميليشيات عرقلت الاستثمارات الأجنبية في العراق ما هي مصلحتها من هذه العرقلة من هذا السلوك ما هي مصلحتها رغم أنها يعني تتزعم السلطة نعم اليوم الميليشيات تريد تستفاد إلى الجانة اقتصادية في كل محافظة ومن ضمنها نحن نشوف محافظة التأميم القصار ومحافظة كارفوك أو التأميم هذا فعل الميليشيات ما يردون الاستقرار لأن وجود المعادلة النفق وحتى يقومون هم بعملية استداء عليه وتصدير قصارهم وأمور أخرى في كل المحافظات حتى في محافظة الموسط نحن نذكر دائماً المشروع التي تسيطرها في الميليشيات ما هي الجزيرة السياحية التي تبقى العبارة حتى الآن لا يوجد تنتاج التحقيق هذا هو الميليشيات التي تريد تستفيد من الوضع العام من الوضع العام لأنه حتى تقدر يصيرون أغنياء في راس الشعب أيضاً سيد عادل هناك نزاعات عشائرية يقال أن مبعثها الصراع على المشاريع الاستثمارية هذا الأمر كيف سيؤثر على مناخ جاذب للاستثمارات؟ نعم، قلت لك أن البيئة الاستثمارية غير جيدة وآمنة في العراق اليوم نرى أن النفط الجنوب في الرميدة سيطرت عشار على توفير كل شيء هذا ليس عمل دولة يعني المفروض في قراء حاسم من هذه الدولة بس إحنا لدينا حكومة وليس لدينا دولة لدينا حكومة يعني العشائر تقوم بتعيين هذا العراقي المواطن وتأخذ نصف ما يقتاضر من مركب نعم، العراقي وهذا موجود في الرميدة هناك شركة تابعة إلى عشيرة اللي يريدون عامل يجيبون للعامل ويأخذون نصف راتبا طيب، جيد سيارة لوجستيك يجيبون للسيارة ويأخذون نصف هذه كلها لا يعني بالتالي لا تهيئ مناخا ملائما للاستثمار في العراق وكذلك أيضا إذاعة مونتي كارلو سيد عادل في تقرير لها نعم آخر تقرير أكد تصاعد معدلات الجرائم ضد النساء والأطفال في العراق مع انتشار الفقر وكذلك المخدرات كل ذلك يؤثر بالطبع ولكن نتساءل أين تصريحات وزارة الداخلية بشأن تراجع الجرائم؟ إنه انتشار الجرائم ليس هنا سبب سبب الطاقة والحوز ويشوف أنه هو واحد يقفر أطفاله يعني ليش يقفر أطفاله هذا يقفر أطفاله هذا يقفر أطفاله يقفر أطفاله ويساعدون أخيه لأنه لم يكن أكثر يعني العازم الإعراق بلوم أصبحت واضحة للعيان ونتمنى أن تقدر هذه الحكومة ولو أنا أعتقد أنه هذه الحكومة ليس قادرة ليس قادرة على يعني تقص توفير الحاجة إلى المحاكم وهذا ما لم يتغير يعني منذ مجيء الحكومات المتعاقبة وحتى هذه اللحظة شكرا جزيلا أستاذ عادل الجبوري الصحفي والناشط المدني كنت معنا عبر الهاتف من بغداد شكرا شكرا